شاهدين مزيد من نقاش والتحليل حول ذلك من القاهرة أرحب بضيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزاء سيد مخمر أبو سعدة سيد أبو سعدة أهلا بك معنا في أديساء على سكاي نيوز عربية وأين يحيا الصنوار؟ هذا هو السؤال الأكبر الآن مساء الخير هذا سؤال وجيح منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل لم نسمع كثيرا عن السنوار صحيح بعد أن قامت إسرائيل بالهجوم البري على قطاع غزة هناك بعض مقاطع الفيديو التي رصدت فيها قوات الجيش الإسرائيلي مقاطع لمحمد الضيف مثلا في شمال غزة أو في مدينة غزة وهي منطقة قريبة من مكتب السنوار كما جاء في تقريركم هناك مقطع تقريبا لا يظهر فيه السنوار بشكل واضح ولكن معظم المؤشرات تقول بأنه هو يحيى السنوار نحن نتحدث هنا تقريبا عن 500 كيلومتر مربع من الأنفاق من شبكة الأنفاق الموجودة في قطاع غزة وإسرائيل حسب أكثر من وكالة استخبارات غربية قالت بأن إسرائيل لم تدمر إلا جزء بسيط من شبكة الأنفاق التي بنتها حماس على مدار تقريبا 20 عاما خلال السنوات الماضية وبالتالي قد يكون السيد يحيى السنوار هو في أحد هذه الأنفاق الموجودة في قطاع غزة ولكن أنا من وجهة نظري لا أعتقد بأن شخصية السنوار هي من النوع الذي يمكن أن يهرب إلى سيناء أو يغادر قطاع غزة يعني صحيح أنه في نهاية الأمر لا يريد أن ينجو بحياته ولكن السمحة في سيد أبو سعدة ربما الخط والمنبلة التي تحدث الآن لتزامن هذه التسريبات حول مكان تواجد يحيى السنوار أو حتى إذا كان وصل إلى سيناء مع ما يقال إنها عملية اختيار لبودلاء له داخل حركة حماس يعني كما قلت من الصعب الجزم بأن السيد يحيى السنوار قد يكون غادر قطاع غزة صحيح يعني من الواضح بأن هناك أنفاق تعمل بين قطاع غزة والجانب المصري هذا ما تقوله موسائل الإعلام الإسرائيلي بأن هناك أنفاق كبيرة بين قطاع غزة وسيناء قد يكون يعني هو موجود في أحد هذه الأنفاق ولكن ما أردت أن أقوله بأنه شخصية السنوار التي تحدثت عنها أكثر من يعني أكثر من مسؤول أمن إسرائيلي خاصة من حققوا معه خلال فترة السجن عندما أعتقل وحوكم فترة طويلة في السجون الإسرائيلية يعني من غير المتوقع أن يكون هو يعني الشخصية التي تهرب أو شخصية التي تخرج إلى قطاع غزة على أي حال كما قلت نحن نتحدث عن شبكة كبيرة من الأنفاق قد يكون موجود فيها ولكن فيما يتعلق بمسألة القيادة ومن يخلف السنوار لا أعتقد أن هذه المسألة معقدة جدا خاصة وعننا نتحدث عن تنظيم حركة حماس له مؤسسات وهناك المكتب السياسي الذي يأخذ إسماعين هنيه وهو المكتب السياسي العام ولكن عمليا الآن ما زالت العمليات العسكرية عليه فداخل قطاع غزة لم نصل لسانيرهات إنهاء هذه الحرب أو حتى كيف سيكون اليوم التالي بالتالي لماذا تبحث حماس عن خيارات بديلة لليحيا السنوار برأيك الآن يعني في نهاية الأمر قد تبحث حماس في حال تم اغتيال يحيا السنوار أو يعني مقتله خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ففي نهاية الأمر هذه حركة بحاجة إلى قيادة وكما قلت هذه الحركة لها يعني هي عبارة عن تنظيم له مؤسسات سياسية هناك المكتب السياسي العام هناك فروع لهذا المكتب السياسي هناك مكتب سياسي غزة ومكتب سياسي الضفة ومكتب سياسي الخارج يحيا السنوار هو رئيس المكتب السياسي لقطاع غزة وحتى هذا المكتب السياسي له نائب ونائب يحيا السنوار هو خليل الحية ولكن خليل الحية ليس متواجدا في قطاع غزة هو متواجدا في قطر مع هنية بالتحديد الآن كما جاء في تقريركم قد يكون روحي مشتهوة هو أكثر المقربين إلى يحيى السنوار وأكثر الأشخاص الذين يثق فيهم لأنه خرج معه في صفقة شاليط وهو كان بالمناسبة روحي مشتهوة كان ضابط الاتصال بين حماس وبين الجهات السيادية الأمنية في مصر وبالتالي هو شخصية معروفة بالتحديد للجهات الأمنية في مصر ولكن أنا أعتقد أنه قد يكون من المبكر الآن الحديث عن من يخلف السنوار حتى يتم التأكد من خروجه أو اغتياله هل لا فهم أنه توجد شكوك سيد أبو سعدة حول مصير يحيى السنوار وليس أين يتواجد يحيى السنوار يعني أعتقد أنه طبعا هذا هو السؤال الذي يطرح منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على اعتبار أن إسرائيل وضعت أن أحد أهداف هذه الحرب هو القضاء على قيادة حماس ووضعت جائزة مالية كبيرة لمن يدلي بأي معلومات عن يحيى السنوار أو أخوه محمد السنوار أو محمد الضيف وغيرهم من القيادات العسكرية لحركة حماس وبالتالي قد يحدث هناك اختراق خاصة أن عملية الوصول إلى اثنين من الرهائن الإسرائيليين قبل تقريبا أسبوع في منطقة رفح هي حصلت من خلال اختراق لمجموعة كانت تحتجز هاتين الرهينتين وبالتالي قد تنجح إسرائيل وهذا قد يكون من الصعب بالمناسب لأنه يحيى السنوار لا يثق في أي شخص وتحركاته كانت كثيرا في غاية السرية وبالتالي الحصول على اختراق في أين يوجد السنوار أو أين يختبئ هذا قد يكون من الأمور الصعبة للوصول إليها ولكن دعيني أقول بأن الحلقة بدأت تضيق بعد أن احتلت إسرائيل منطقة شمال قطاع غزي بالكامل وبعد الآن أن سيطرت بشكل كامل على منطقة خان يونس لم تبقى إلا منطقة رفح وهناك خطط إسرائيلية توضع الآن من أجل الهجوم على رفح إن لم يكن قبل رمضان حسب ما تتحدث بعض المصادر الإسرائيلية قد يكون ذلك بعد شهر رمضان ولذلك بدأت الحركة الدائرة التضيق على يحيى السنوار وسيكون من الصعب عليه الحركة كما كان مثلا خلال الأربعة شهور الماضية يعني عندما تربط إسرائيل إنهاء العمليات في القطاع بمغادرة قيادات حماس هل نفهم أنه قد يسمح بمغادرة يحيى السنوار وقيادات الحركة الفاعلة عسكريا لإنهاء هذا القتال أم أنها قد تكون مسألة غير واردة في الحسابات الإسرائيلية لنستمعنا إلى تقارير تتحدث عن حوافز حتى ربما تقدم من قطر لقادة الحركة هذا سؤال مهم يعني في ظل عدم قدرة إسرائيل حتى اللحظة بعد أكثر من أربعة شهور ونصف على الوصول إلى الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ولم تنجح بشكل كبير في عمليتها العسكرية حسب أكثر وكما جاء في تقريركم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي قادي إيزن كوت قال بأن الإنجازات متواضعة وحسب ما قالت أكثر من وكالة استخبارات غربي بأن إسرائيل لم تحقق إنجازات كبيرة في الهجوم على قطاع غزة وقد تقدمت بريطانيا قبل تقريبا أسبوعين أو ثلاثة قد تقدمت باقتراح عبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بمقترح السماح لقيادة حماس بمغادرة قطاع غزة كحل وسط من أجل وقف الحرب ومن أجل التوصل إلى صفقة تبادل بما يشمل يحيى الصروار وبالتالي منك سيد أبو سعدة أم أنه باعتباره المطلوب رقم واحد ربما اسمه عليه تحفظات كثيرة من الجانب الإسرائيلي أولا قد يكون من الصعب على إسرائيل أن تقبل بصفقة تؤدي إلى خروج قيادة حركة حماس من غزة إلى الخارج خاصة ونحن نتحدث بأن إسرائيل تضع يحيى الصنوار وأخي محمد الصنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى وغيرهم من القيادات العسكري بأنهم مسؤولين بشكل مباشر عن الهجوم الذي حصل يوم السابع من أكتوبر وبالتالي قد يكون من الصعب على إسرائيل أن تقبل ذلك ولكن في نهاية الأمر كذلك كما قلت إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهدافها العسكرية من هذه الحرب وبالتالي قد يكون هذا أحد المخارج لإنهاء الحرب ووقف المعاناة الإنسانية التي تحدث في غزة الآن والتي ممكن أن تحدث بشكل أسوأ بكثير في حال اجتاحت إسرائيل منطقة رفح بريا وبالتالي هذا أحد الحلول المطروحة ودعيني هنا أذكر بما حصل في عام 1982 عندما اجتاحت القوات الإسرائيلي بيروت وحاصرت ياسر عرفات لمدة تقريبا 88 يوما وفي نهاية الأمر سمح لياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير من مغادرة بيروت وكانت هي نهاية الحرب وبالتالي يبدو أننا أمام سيناريو قريب من سيناريو حرب لبنان في العام 1982 بحيث تنتهي هذه الحرب وتوقف المأساة الإنسانية أن يسمح لكبار قادة حماس بمغادرة القطاع ولكن دعيني أقول هنا مسألة قالها وزير المالي الإسرائيلي اليوم سموترتش عندما قال بشكل واضح بأن الحصول على الرهائن الإسرائيلي ليس هو أحد أهم أهداف الحرب بمعنى هناك بعض الأطراف في مجلس الحرب الإسرائيلي الذين يذهبون بعيدا باتجاه القضاء على قيادة حماس أو القضاء على قدرات حماس العسكرية في قطاع غزة ما هي الخيارات القادمة أمام حركة حماس سيد مخيمر لأن الجيش الإسرائيلي قال قبل أيام فقط بعد ما قال أيضا أنها عملية إنهاء لأحد الألوية تابعة لحماس قال توقف دعم إيران للحركة ونشاهد أيضا توقف وطيرة إطلاق الرشاقات الصاروخية باتجاه المستوطنات على الغلاف أو حتى باتجاه تل أبيب على غرار ما كان حتى في الأشهر الماضية هذا أكيد سؤال مهم دعينا أقول التالي حماس على الأقل صمدت على مدار أربعة أشهر ونصف وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى في التصدي للإجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة وهي لازالت تقاتل حتى اللحظة علما بأن غزة محاصرة على مدار سبعة عشر عاما ومن غير الممكن أن تحصل حماس على مزيد من السلاح خلال هذه الحرب في الوقت الذي إسرائيل استعانت بمساعدات عسكرية من أمريكا ومن أوروبا على الرغم أنها من أكثر الدول تقدما في مجال صناعة السلاح وبيع السلاح وبالتالي هذا لم يكن متوقعا أن تستمر المقاومة الفلسطينية في التصدي لإحتلال لفترة طويلة جدا وبالتالي وهذا واضح كما ذكرت حضرتك عدد الصواريخ التي تطلق من غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية تراجع كثيرا عن أيام الحرب الأولى وثانيا حتى الفيديوهات التي تنشر على قنوات مختلفة لم يعد هناك نجاح كبير في قاع عدد كبير في القتلى في الجنود الإسرائيليين في بداية الحرب كان معدل الجنود والضباط الإسرائيليين أكثر بكثير مما يحصل الآن وبالتالي هناك الآن إما حالة إنهاك تحدث لعناصر المقاومة الفلسطينية وثانيا القدرات العسكري والتسليحية لم تعد كما كانت خلال الأيام الأولى أو الأشهر الأولى من هذه الحرب من القاهرة ضيف يا سيد مخيمر أبو سعدة شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات معنا في التاسعة شكرا ترجمة نانسي قنقر